بسم الله الرحمن الرحيم الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعض فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي وحقيقي وحشتوني وربنا دائما نجمعنا يا ربي على هذه المائدة الجميلة في بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفى بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وكالعادة أوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم داخلين على النبي صلى الله عليه وسلم لقناه مش في البيت بقى لقناه في المسجد لقناه بخصة الصحابة وبيصلي وكان معه صحابي وكانش يعرف لأن الكلام كان مباح في أول بداية الصلاة كان الكلام مباح للإنسان ممكن في الصلاة أثناء الصلاة يكلم عادي خل بالك واحد يعطس التاني يقول له ورحمكم الله كده يعني بس طبعا مش على إطلاقه يعني مبقاش واحد بيصلي وقاله زاكب وخليله وحشن وكلام ده كله يعني إنما كان ممكن واحد يعطس التاني يقول له ورحمكم الله فكان في صحابي يليل والحديث لو مرسم اسمه معاوية ابن الحكم السلمي كان في البادية وما كانش يعرف أن خلاص الكلام حر مما في الصلاة وأن الصلاة ما ينفعش حد يتكلم فيها فهي وصل للمدينة دخل يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجأة هم بيصلوا الله أكبر وبعدين هم ركعين واحد من الناس عطس فمعاوية بكل بساطة كده يعني فبيقول له ورحمكم الله فقال فرماني القوم بأبصارهم كل عمال يوصلي فقلت واثك لأمي يعني يا ربي أمي تفقدني إيه اللي حصل أنا عملت إيه فبيقول لهم أني في حاجة حصلت مني فالمم فبيقول ليه فبيقول فجعلوا يضربون على أفخاذهم لأنهم يريدون أن يسكتوني قال فسكت قال فلما صلى النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أفضل منه صلى الله عليه وسلم والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام البشر وإنما هي للتسبيح والتكبير وقراءة الكرآن شوف بكل بساطة علموا وعرفوا وأنبوا بأسلوب مهذب جدا جدا الهدف يا جماعة مش إن لما نشوف إنسان مخطئ إن إحنا شهر به ونشتموا ونسبوا ونكرهوا في الدين ونفتنوا الموضوع مش كده خالص كان واحد من السلف في يوم الأيام شاف واحد بيدعو واحد تاني بكل شدة فواحد بيكلم واحد ويقول أنت صليش ليه وانت كذا وانت كذا عمال بيغلظ عليه في القول فالرجل اللي هو يعني اللي هو يعني بيوعظ اللي هو بيذكر بالله سبحانه وتعالى والله كان بعيد وما بيصليش خالص فقال له يا أخي هل أنت أفضل من موسى وهارون عليهما السلام قال له لا طبعا قال له هل أنا أسوأ من فرعون قال له برضو لا قال له خلاص إن الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال جل وعلا فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى فإذا كان الله أرسل من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني وقال فقول له قولا لينا يبقى من باب أولى أنت تكون لين بقى كده ورحيم وذلك درسي للهدي بعنوان رفق النبي والمخطئين صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم الكرآن دايما يا جماعة بيعلمنا لغة العتاب الرقيق الهتاب الهادي الهتاب الجميل الذي لم يجرحش حد أبدا ولذلك هقولك حاجات حقيبة جدا هقولك أربع مواقف حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهقولك ست مواقف حصلت مع الصحابة الكرآن ينزل فيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أربع مواقف seemingly كيف يقول النبي أخطأ فيهم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب والخطايا لكن فعل فيها النبي خلاف الأولى يعني الأولى إنه كان يعمل كذا ولكن النبي في الأربع مواقف دولة فعل خلاف الأولى تعالوا نشوف كيف عاتب الله عز وجل حبيبنا صلى الله عليه وسلم أول موقف في يوم من الأيام كان زيد بن حريفة كان لسه صغير وبعدين خارج مع أمه في زيارة لبعض أخوالي تلهت عليهم عصابة خطفته ورحت باعته في سوق عقاب فاشترى حكيم بن حزام ورحمة دي هدية لعمته لي خديجة بنت خويلد خديجة بنت خويلد لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فحاست أن النبي كان بيحب زيد بن حريفة يعني حب شديد جدا فرحت ميديهوله هدية قام النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقى زيد بن حريفة حتى أنه أشهدكم أن زيدا ابني يرثني وأرثه ده كلام ده كان قبل تحريم التبني لأن من نازل بعد كده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم يضعوهم لآبائهم هو أقصت وعند الله المهم ثم بعد ذلك بزيد بن حريفة كان زيد بن حريفة كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي بيحب حب شديد جدا جدا وبعدين في يوم الأيام من شدة حبه رغم أن زيد بن حريفة كان عبدا ثم أعتقى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مولا من الموالي كان مولا النبي صلى الله عليه وسلم أراد النبي أن يزوجه من ابنة عمتي الحسيبة النسيبة الجميلة الوضيئة لي زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن الصحابة الأجمعين فهي رفضت في بداية الأمر قلت له أتزوج أنا من مولى من الموالي وأنا الحسيبة النسيبة الوضيئة الكريشية التي يتمنها كل حسيب ونسيب من أهل الكريش فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فكانوا وقفين عند الحق قلت له أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذن فقد رضيته لنفسه بما رضيه لي رسول الله فتزواج زيد بن حريثة وحصل ما بينه مشاكل على مدى السنة وهو يروح يشتكل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله رغم أن اللي حصل أنه بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر المولى عز وجل حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم أن زيد بن حريثة سيطلق زينب بنت جحش وأن زينب بنت جحش بعد أن تمر لعدة بتاعتها ستكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يقول أن أنا هتجوز زينب بنت جحش لأنه خاف أن قريش تقول تزوج النبي من زوجة ابنه زيد بن حريثة لأنهما كانوا بقولوا عليه زيد بن محمد فإذا بالحق سبحانه وتعالى بيعاتب النبي اعتاب رقيق جدا بيقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه الوزيد بن حريثة أنعم الله عليه بنعمة الهداية والإسلام وأنعمت عليه بنعمة التحرير من الرق وأصبح حر أصبح مولون بعد أن كان عبدا رقيقا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك كما الله مبدي أنت بتخفي إيه يا رسول الله إذا كان ربنا قالك أن هي هتكون زوجتك أنت مكسوف من إيه ده ربنا اللي شرع هذا الأمر وعشان يلغي مسألة التبني تماما ويؤصل هذه المسألة أنت هتجوز زينب بنت جحش عشان محدش يقول أن زيد ده زيد بن محمد بل هو زيد بن حارفة مولى النبي وليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم شوف الاعتاب أدي أول موقف الموقف الثاني بعد ما تصدى على حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي في يوم الأيام واقف مع بعض سيدة كوريش وبيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم كم الكبر والأنفة الموجودة عنده كفار كوريش فوقف مع سيدة كوريش وبيدعوهم وخاف أن حد من الفقراء والموالي والعبيد اللي موجودين عند المسلمين إن حد فيهم يجيقف معهم واما هيأنفوا هيسيبوا اللاب ويمشوا ففورستمها بها دعوها وليس سادة جاء عبد الله ابن أم مكتوم هذا الرجل المؤذن التقي النقي الذي كان كفيف البصر فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن بعض الأمور في الدين فعبس النبي في وجهه خب بالك بقى الحتة الأولية لما ربنا سبحانه وتعالى بيعاتم الناس سعى صلى الله عليه وسلم بقول له وإيه تقوله الذي أنعم الله كلام عادي جدا ما يجرحش حد ما يدقش حد إنه عشان ربنا يقول له عبست وتوليت إيه اللي انت عملت دا يا رسول الله فكانت ممكن المسألة يعني تجرح مشاعر النبي وإذا بالحق سبحانه وتعالى شوف بقى كمة الرقة في الدنيا في عتاب المولى عز وجل للحبيب صلى الله عليه وسلم كممكن يقول له عبست وتوليت أن جاءك الأعمى إنما قال له عبست وتولى كأن الذي عبست وتولى شخص آخر واحد تاني خالص مش النبي كأن ربنا يقول له مش أنت اللي عملت كده دا واحد تاني عبست وتولى أن جاءه الأعمى خب بالك بقى إنما قال له عبست وتولى أن جاءه الأعمى ولما حدت الحتة اللي ممكن تجرح النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحق سبحانه وتعالى يحول الخطاب من الغائب إلى الحاضر يقول عبست وتولى أن جاءه الأعمى وبعدين يحول الخطاب له إيه وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى سبحان الله ويكمل الآيات فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعد ذلك عبد الله بن أم مكتوم كان يبتسم في وجه ويقول تعالى وأهل أهلا ومرحبا بمن عتبني الله فيه الله أكبر لكن شوف العتاب كان عامل إزاي شوف اللفظ ما قاله عبست وتوليت أن جاءك الأعمى قال له عبست وتولى أن جاءه الأعمى الله أكبر وبعدين فجأة يتحول الخطاب وما يدريك كان ممكن يقول إيه وما يدريه لعله يزكى الله أكبر الموقف الثالث في عتاب المولى عز وجل لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم الكلام ده كان في غزوة بدر أو بعد غزوة بدر مباشرة والقصة بيحكيها سيدنا عمر بن الخطاب كما ورد ذلك في الحديث الذي لهه مسلم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيقول لما هزم الله المشركين الله أكبر شوفي أخي إحنا ما يأتي النصر خب لك وما النصر إلا من عند الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدمك النصر لا يأتي إلا من عند الله والهداية لا تأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى سيدنا عمر كان ممكن يقول إيه لما انتصرنا في غزوة بدر ولما فعلنا وقتلنا نمال لما هزم الله المشركين أدب أدب لأنهم تعلموا الأدب بين يدي من قال عنه جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم ما تصلى عليه وهو أعتزهق صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لما هزم الله المشركين يوم بدر وقتل منهم سبعون وأسر سبعون أراد النبي أن يستشير أصحابه في أمر الأسرة فاستشار أبو بكر وعمر وعلي فقال لهم ما رأيكم ما نفعل في هؤلاء الأسرة فأبو بكر الصديق صاحب القلب الرخيك الجميل قال له يا رسال الله إنما هم بل العم والعشير يعني برضو ضل أهلنا وناسنا مهما كان فأرى أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا كوة على الكافرين وعص الله أن يهديهم فيكون لنا عونا بعد ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعون الخطاب ما تقول أنت يا عمر قال ما أهوى ما قاله أبو بكر أنا مش عجب لي اللي قاله أبو بكر أنا لي رأيتها لي خالص قال ما تقول أنت يا عمر قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان واحد كان أديب سيدنا عمر كان بيقاتل مع المشركين قال له أنا شايف أن أنت تمكنني من فلان أقتله وتمكن علي بن أبي طالب من أخيه عخيل فيقتله وتمكن فلان الفلان حمز بن عبد المطالب من أخيه فيضرب عنقه حتى يعلم الله عز وجل أنه ليس في قلوبنا هوادة على المشركين حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم لم يهوى قول عمر وإنما هوى قول أبي بكر قال لا 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 هما فعلا بني العم والعشيرة بلاش نقتلوا مناخذ الفيديو وخلاص فقابل للنبي ومنهم الفيديا خب بالك تاني يوم عمر بن خطاب خارج فلقى النبي قاعد وأبو بكر قاعد معاه والاتنين عملين يبكو بكاء شديد جدا فقال عمر علامة البكاء يا رسول الله أخبرني فإن كان الأمر يستدعي البكاء بكيت وإلا تباكيت يعني لو كان الأمر يستدعي البكاء أبكي معك وإن كان الأمر ما يستدعيش البكاء هاعد أتباكي كده لحد ما بكي عشان بس يعني أشاركك مشاركة أجدانية في البكاء وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أبكي للذي عرض علي أصحابك من الفداء والله إني لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة ثم نزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وشوف برضو الاعتاب الجميل بيقول إيه ما كان لنبي ما قالش ما كان لك أيها النبي برضو عشان شوف عدم جرح خاطر النبي ومشاعر النبي وإذا بالحق سبحانه وتعالى الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى بيقول ما كان لنبي ما قالوش ما كان لك أيها النبي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم الموقف الرابع والأخير لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في عتاب الحق سبحانه وتعالى للحبيب المصطفى حينما كان ذلك في غزوة أحد والحديث رأى مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد أن تتعلموا جميعا إن النبي ضرب وشج رأسه وانكسرت ربعيته ونزفت الدماء الشريفة من وجه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فإذا الحبيب المصطفى يمسح الدم عن وجه ويقول كيف يفلح الله قوما شجوا وجه نبيهم وكسروا ربعيته إزاي ربني خلي الناس دي تفلح شوف لم يدع عليهم هو بس يتساءل كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم صلى الله عليه وسلم وكسروا ربعيته وإذا بالحق سبحانه وتعالى ينزل قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يعني الأمر ليس لك انتهى رسول الله هو ربنا اللي يحسبهم وربنا اللي يحكم عليهم سبحانه وتعالى دي كانت أربع مواقف جميلة جدا في عتاب الحق سبحانه وتعالى لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لكن في قمة الرقة وقمة العتاب اللي يعني مش هايزي أقول لحضرتك مراعاة مشاعر النبي في أعلى درجة نزلت فيه كتاب الله سبحانه وتعالى طيب كان فيه ست مواقف فقا احنا بنقول الكلام ده كله ليه عشان نتعلم حينما نعاتب نختار اللفظ الأرق مش هايزي أقول للرقيق كمان الأرق ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى لما تيجي تجادل واحد مش مسلم ما بقولكش مسلم بقولك مش مسلم رجل يهودي أو النصراني ربنا بيقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي مش حسن لا أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ويقول جل وعلا وقولوا للناس حسنة للناس مش المسلمين بس ويقولوا صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبأ سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن لأن دينا دين عالمي أول آية الحمد لله رب مش المسلمين العالمين رب العالمين آخر صورة في كتاب الله كل أعوذوا برب الناس مش المسلمين بس تعالوا نشوف في عجالة سريعة كده ست مواقف للصحابة عاتبهم فيها الحق سبحانه وتعالى وتشوف العتاب كيف كان قمة في الرقي وقمة في الرقة وقمة في مراعة المشاعر أول موقف أول موقف حينما كان ذلك في غزوة أحد لما كان في غزوة أحد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله ابن الجبير ومعاه خمسين من الرما قال لهم خليكم هنا على جبل الرما ومحدش فيكم ينزل انتوا بس اضربوا السهام على المشركين ولو رأيتمونا تخطفونا الطير يعني خلاص اتقتلنا والطير عمال بياكل من اللحمة بتاعنا فلا تبرحوا الجبل خليكم مكانكم عايزوا لهم لو لقتونا تهزمنا وتقتلنا والطير عمال بياكل من هنا خليكم على الجبل مبالغة في إيه في النومة يلزموا هذا الأمر فكان في بداية الأمر طبعا كان النصر اللي صالح المسلمين ثم بعد ذلك لما بدأ المسلمين ينشغلوا بجامع الغنائم وبعدين ثبات المسلمين دول اللي كانوا الخمسين واحد على الجبل كان ما يخليش المشركين يتجرأوا ويرجعوا مرة تانية لكنهم تجرأوا ويرجعوا مرة تانية لما حصلت مفاجأة عجيبة جدا ايه هي المفاجأة هنسمع المفاجأة ولكن بعد فاصل قصير صلا على حبيبك في حضن البيوت يعيش الدفاء بود ومحبه ولحظة صفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفنا الدليل اعتاب الرقيق الجميل الذي كان يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربع مواقف من أرقى أنواع الاعتاب اللي في هذا الكون تحالوا نشوف ست مواقف جمال جدا في عتاب الحق سبحانه وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودائما نازم نتعلم يا جماعة إن الإنسان لا يعاتب إلا من يحب ولله المثل الأعلى المولى عز وجل لو لم يكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الصحابة ما كان يعاتبهم ولذلك إنت لما تلاقي حد جاي ويعاتبك على حاجة وخصوصا إذا كان يعاتبك بأسطوب مهذب لا داعي أن أنت تجد في قلبك وأن أنت تكرهه وتزعي منه وتدهي بعض الناس كده بعض الناس بتنتهي لألاقات ما بينهم لو رح تتعاتبه عتاب بسيط جدا ومؤدب جدا ورقيق ورغم ذلك يشيل في قلبه ويهجرك ويزعل منك ويضايق ليه؟ هو لو أنت من تشغالي عنده ومش هيعاتبك بالبلد كده هيرمي طبتك مش عايزك خالص بالمرة فكونوا نبيعاتبك دي علامة حب علامة حب ليك إنه هو فعلا جاي وحريص عليك وبيعاتبك تعالوا نشوف ست مواقف كده في سرعة وإسه بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول موقف كان في غزوة أحد طبعا هم نذكر المعاتبات مش بالترتيب وإلا هنبدأ بالهجرة ثم بدر ثم لكن أنا بذكر فقط إيه يعني بلا ترتيب في غزوة أحد اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم النبي قال لعبدالله بن جبير خليك أنت والخمسين مع بعض كده فوق الجبل ارموهم بالنبال بالنبل وكده وبعدين خليكم اوعى تنزلوا حتى لو لقتونا انتصرنا ما تنزلوش لو لقتونا تهزمنا واتقتننا وطير عمال بياكم من لحمنا برضو ما تنزلوش انتصر المسلمون في بداية الأمر فهى عبدالله بن جبير وقف فكانوا وبعدهم قالوا لا خلاص الغازو انتهت ويجمعوا الغنائم ننزل ناخد نصبنا قال لهم أمهى أوصاكم النبي صلى الله عليه وسلم بكده وكده قالوا لا خلاص الغازو انتهت ونزلو نزل أربعين وثبت عبدالله بن جبير مع عشرة أو مع تسعة ففضلوا عشرة ونزلوا إيه أربعين خارد بن الوريد ساعتها كان لسه مشرك ما كانش أسلم فشاف المنظر فرح لافف من وراء الجبل وانقض هو من معه على المصريين فأتلوا سبعين من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادوا بعد ذلك قتل النبي فقال المولى عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون كنتم انتصرين أصلا من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا اللي هم نزل عشرة غنائم ومنكم من يريد الآخرة الله ومع كل الموقف اللي حصل ده ربنا بيليه ولقد عفى عنكم يعني كنتم تستحقوا أكتر من كده لو لا عفو الله سبحانه وتعالى ده كان الموقف الأولاني في العتاب الموقف الثاني قبل فتح مكة مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنهم راحين لفتح مكة فما كان من واحد من الصحابة البدريين من أهل بدر اسمه حاطب ابن أبي بلتعة راح باعت خطاب كده سرا كده مع امرأة من المشركين وقال لها أرسلي هذه الرسالة إلى مشرك كوريش إلى كفار كوريش الرسالة مكتوب فيها أن من حاطب ابن أبي بلتعة بيقول لكم خدوا بالكم احذروا إن رسول الله سيغزوكم رسول الله جاي سيغزو ويفتح مكة فوصل الأمر أن الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في التو واللحظة وأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم إن حاطب ابن أبي بلتعة أرسل الرسالة دي مع امرأة والمرأة دي موجودة الآن في مكان اسمه روضة خاخ فإنما على السلام راح على طول جايب علي بن ابن طالب وزبير بن العوام والمقدار بن الأسود قال لهم أنتوا التلاتة روحوا مباشرة على روضة خاخ وهتلاقوا المرأة دي صفاتها كذا وكذا كما جاءني الوحي روحوا هتلاقوا إيه الورقة معاها قبل ما توصل الورقة الكفار كريش خدوا بالكم المرأة لا تعلم ما في الورقة الورقة كانت مأفولة وإلا لو كانت تعلمت ما في الورقة هتديهم الورقة وتروحوا لكفار ما تقولهم اللي يحصل لا هيكتش تعرف خالص راحوا قبلوها في روضة خاخ فقالوا لها أين الكتاب الكتاب المقصود بالورقة الخطاب يعني بيسمونه كتاب قالوا أين الكتاب فقالت لهم ما فيش كتاب قالوا لها إما الكتاب أو لننزعنا الثياب قالت لهم خلاص بس داروا ناحية تانية فكشفت الخمار كان المشركات بيلبسوا خمار تخيروا حضراتكم يعني لما المولى عز وجل بيقولوا ولا تبرجنا تبرجها الجاهلية الأولى الإمام الكرطبي بيقصف الجاهلية الأولى بأنها كانت بتبقى لبسة مغطية شعرها ومغطية فتحة الصدر ولبسة لبسة طويل بس فتحة في الدلع كده فتحة من هنا لحد هنا ومن تحت نفس الحكاية فتحة من تحت دي الجاهلية الأولى يعني لو جات النهاردة هتبقى من البشرات بالجبنة يعني سبحان الله دي الجاهلية الأولى تخيروا حضراتكم دولوقتي تبقى الميني جيب والميكرو جيب واللي نسيت تلبس يعني ربنا يا رب يهدي جميع النساء المسلمين يا رب العالمين انشاءت في الموضوع فقالت لهم بصوا لحة تانية فبصوا لحة تانية شالت الخمار وطلعت الورقة من شعرها ورحت ميدي لهم الورقة وراجعوا بها قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا مع السلام أحمى عاتب حاطب بن أبي بلتعال قال له والله يا رسول الله ما فعلت ذلك كفرا ولا ردة عن دينه ولكن كان أهلي في مكة وليس لهم عزوة وليس لهم منعة فأردت أن يكون لي يد إن كفار كريش حتى لا يعتدوا على أهلي فعمر الخطاب زعل جدا فقال له يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق قال لا إنه قد شاهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فنزل قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وكتكفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ده كان العتاب رقم اثنين العتاب رقم ثلاثة هو أن بعد المهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حصل أن بعض المسلمين بقول بعض كان عدد بسيط جدا بعض المسلمين فضلوا موودين في مكة بلا عذر ما رضيش يخرجوا فضلوا عادين بغير عذر فضلوا عادين وطبعا في منهم من تعرض لمشاكل وإذاء حتى كاد أن يفتن في ديني فنزل قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض كنا عادين في مكة ومستضعفين طب إيه اللي حاشكم على كده طب ما كنتم موجودين وتقدروا تهاجروا مع النبي أو خلف النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قال جل وعلا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ده كان سبب من الأسباب السبب الثاني وضحه ابن عباس رضي الله عنهما قال إن كان في بعض المسلمين اللي كانوا موجودين في مكة ومهاجروش خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يظهروا إسلامهم يعني هم كانوا مسلمين لكن كفار كوريش كانوا بيظلوا أنهم على دينهم يعني كفار زيهم كانوا بيصلوا ببيتهم وكانوا محدش بيعرف أنهم مسلمين فلما جاءت غزوة بدر خرج هؤلاء الذين كانوا مسلمين ولكن كانوا يعني يكتمون إسلامهم خرجوا مع الكفار لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من أصيب ومنهم من ضرب ومنهم من قتل فنزل قول الله عز وجل إن الذين توفهم ملائكة الظالم من أنفسهم إلى آخر الأيات ده العتاب رقم 3 العتاب رقم 4 درس نهاردة طبعا درسي إلى حد ما علم طربوي وإن شاء الله من الدرس اللي جاي إن شاء الله في مجموعة دروس مفاجئة إن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله لسه مخلص تحضيرنا النهاردة وإن شاء الله نبدأ نلقيها من اليوم الثلاثة اللي جاي إن شاء الله العتاب رقم 4 إن في يوم الأيام دي ورد فيها سببين جمل أوي السبب الأولين رواه البخاري عن ابن أبي مولايكة أن وفد بني تميم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ساعة يعني قدوم الوفود لما جايين يسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يسلموا فجاء وفد بني تميم فلما دخلوا قال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس فقال عمر لا يا رسول الله بل أمر عليهم القعقاع بن معبت فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي عمر فقال عمر والله ما أردت خلافك يا أبو بكر بالله عليكم حصل حاجة في كلمة وحشة طلعت في حاجة وحشة حصلت أبدا كل ما في الأمر صوتهم علي فوق صوت النبي بس كده صوتهم كان أعلى من صوت النبي فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال ابن أبي مليك كما عند البخاري كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر كاد أبو بكر أن يهلك وكاد عمر أن يهلك وكاد أن يحبط عمل أبو بكر وعمر بسبب رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فكان عمر اللي كانت أمنا إيشة تقول إيه كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع اللي هو بيقوله كل حاجة عنده واضحة يا نخبر حضرتك فكان إذا تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يكلمه كأخي الصرار كأن واحد بيقوله واحد كلمة سر حتى يستفهمه النبي بتقوله يا عمر فيعل صوته شوية عشان النبي يسمعه صلى الله عليه وسلم السبب الثاني كما جاء عنده مسلم إن ثابت ابن قيس كان هو الخطيب بتاع النبي لما تيجي الوفود فيه بقى زي ما تقوله كده إيه أمور رسميات يعني واخد بالحضرتك فكان لما يجي الوفود الوفد أول ما يخش عنه وسلم يقوم أول خطيب من عندهم كده يقوم أول خطيب عصماء فيما يقوله ثابت أم أخطب أنت كمان فيخطب ثابت ابن قيس صوته قوي جدا أسطوبه مؤثر جدا مقنع جدا اللي يشوفه يتأثر به لكن كان صوته أعلى من صوت النبي طبعا ده شيء طبيعي لأنه صوته قوي جدا فإذا لما لازلت هذه الآية لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهروا بعضكم البعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون راح حابس نفسه ببيته فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه وإن شاء له على بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلى ورحمة دور يبصر كده يتطمن على الصحابة لأ أحد مقص مين ينش موهوت ثابت ابن قيس فين ثابت ابن قيس قال له في بيت يا رسول الله هل به من بأس قال له لا سعد ابن معاذ جاره قال له يا سعد هل به من بأس يعني هو مريض قال له لا ما عليم تبيه من بأس قال اذهب إليه وكله رسول الله يقرئك السلام ويقول لماذا لا تأتنا إلا حاجة بك عنه فذهب إليه سعد ابن معاذ وأقرأه من الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أنت مبجيش له قال له شر يا سعد والله يا سعد لقد نازلت تلك الآية وما أراني إلا وقد حبط عملي وأنا من أهل النار سعد بن معاذ ما على الرسول إلا البلاغ رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم الرسالة اللي قالها ثابت بن قيس فجاء الوحي من السماء جبريل عليه السلام قال للنبي قل له ارجع وكن له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة فرجع قال له الرسالة ده رواية مسلم في رواية أحمد أن جاء ثابت بن قيس مع سعد بن معاذ ومراحل للنبي صلى الله عليه وسلم فأول ما شافه مسح على صدر وقال له يا ثابت ابن قيس أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأنت تدخل الجنة قال له أجل يا رسول قال فذلك لك خلاص بقى فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم آخر موقفين في عتاب المولى عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الموقف الخامس في حادثة الإفك لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنه وارضها في أعز ما تملكه فتاة تهمت في أرضها وهي الظهرة التقية النقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي وربيت بين يدي من رباه الحق جل وعلا ليربي به الكون كله صلى الله عليه وآله وسلم زوجة النبي وأم المؤمنين عائشة فاتهمت في أرضها بعض الصحابة انصاقوا لما قاله عبد الله بن وبي بن سلول هو رأس المنافقين عليه من الله ما يستحقه فتكلموا في أرض أمنا عائشة فأنزل المولى عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب العظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفوهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هاينا وهو عند الله عظيم الله ثم قال بعد ذلك ولولا إذ سمعتموا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين عتاب اوعوا تخوضوا في أعراض الناس اوعوا تتكلموا في أعراض المسلمات وبخاصة أرضوا من عائشة يا الله شوف المسألة خطيرة جدا جدا سبحان الله فكان ده عتاب رقم خمسة لأصحاب النبي آخر عتاب كان فيهم الأيام كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم والحديث رؤى البخاري مسلم عن جابر بن عبد الله كان النبي يخطب الجمعة فجاءت تجارة من يعني إحدى القوافل التجارية فمرت أمام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقام بعض الصحابة بل أكثر الصحابة كثير منهم قاموا وتركوا خطبة الجمعة ومشوا وراء تلك القافلة قال جابر بن عبد الله فما ثبت مع النبي إلا إثنى عشر رجلا كنت أنا منهم وعمر وأبو بكر قالت بالك يعني بيقول هم بس اتناشر بس لفضله مع النبي منهم أنا اللي هو جابر بن عبد الله وأبو بكر وعمر فنازل قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أوله وننفضوا إليها وتركوك قائمة كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير رازق الله عشان كده الدروس المستفادة الجميلة إن الإنسان لما يشوف حد بيخطئ جماعة خدوا بالكم فيه 16 أسلوب تعالج بيه خطأ الناس وده درس جميل قوي قوي في قمة روعة بيعلمنا إن مش أي حد يأمر بمعروفه ينهى عن منكر لأنه ممكن إنسان يظن إن الشيء ده منكر وهو يكون معروف فينهى عن معروفه هو لا يدري وممكن يظن إن الشيء ده معروفه هو منكر فيأمر بمنكر وهو لا يدري يبقى لازم يكون إنسان عنده علم ولازم يكون عنده فقه ولازم يكون يعلم متى يأمر بمعروف أنه ضابط الأمر ومعروف أنه يحتاجه دراسه ممكن أنهى عن منكر ويترتب على المنكر ولأنه نهيت عنه ده منكر أكبر من المنكر الأولى لأنه فيحرم يحرم ذلك ولذلك في عجالة سريعة كده أذكر لكم 16 ضابط من ضابط معالجة أخطاء الناس بأدب واحترام ورحمة قبل ما تعمل أي حاجة فكر لذلك شوف الأشياء التي ينبغي أن نرعيها عند معالجة أخطاء الناس رقم واحد ودي كده في الواجهة في المقدمة كده إخلاص إنه لله أنا ما بعالكش خطأ المخطط عشان الناس تقول الله إيه ده ماشه الله ده عنده علم ماشه الله ده عالم ده فقه إيه كان إيه الجمال ده كله إيد والأسانيد ده كله والأحاديث وإيه لا 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 أنا بعالك خطأ الإنسان ده رقم واحد مخلصا لله سبحانه وتعالى لأن النبي أخبرنا كما في البخاري ومسلم واللفز المسلم إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة قارئ الكرآن والمتصدق والمجاهد الحاجبة إن أول مقارقة الحديث ده من السنوات طويلة من عشرات السنين تخيلت إن أول من تصعر بهم النار يوم القيامة مثلا يهودي هندوسي ويابوزي خبارك قلت مش ممكن يكونوا يعني غير الأمم كافرة إنما لقيت إيه قارئ الكرآن صدمت قارئ الكرآن والمنتصدق اللي بيدفع فلوسه ودفع دم قلبه والمجاهد اللي راح وتقتل في سويلة ده الأول من تصعر بهم النار ليه استبدال النية نية ضاعت لو إن النية سليمة قارئ الكرآن ده في أعلى درجات الجنة كما ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صعيح يقال لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتخي ورطل كما كنت ترطل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها المتصدق ده المؤمن في ظل صدقات يوم القيامة خبالك وبعدين ده المتصدق ده ده النوى صلى الله عليه وسلم يقوله كما في الصحين من أنفق زوجيني في سبيل دعية من أبواب الجنة الثمانية لكن لما تبدل النية بقى من أول بنتصعر بهم النار المجاهد في سبيل لا لأنه بقال عنه كما عند الترمزي بسند صعيح للشهيد عند ربيه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دم ويرام قعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار اليقوطة الوحيدة فيه خير من الدنيا ما فيها ويشفع فيه سبعينها إنساني من أهل بيتي فيدخلوا من الجنة لو تبدلت نيته لكان من أول من تصعر بهم النار إخلاص النية أنت تخلص النية لله وتخلي الأمر كده بينك وبينه ما فيش داعي أن أنا أعاتب إنسان على الهواء أمام الناس وأفضحه أمام الناس طيب فاصل ونجعلكم ونكمل 16 حاجة ينبغي أن نرعيها عند معالجة أخطاء الناس ولكن بعد ما تصلي على حمالك ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا بيحابوا كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ويموا الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها الله عدم المحاباة الحق يكون على الكل مش فلان ده عشان من عيلية القوم ما ينفعش بقى نقول له كلمة وفلان عشان من الناس البوسطاء نقول له إحنا عايزونه وكمان يعني نجهر قدامه بالسوق ونتكلم معه بالسوق مش كويس يبقى دوت مش لله رقم أربعة أن نتعلم وأن نعلم جميعا إن الخطأ يا جماعة من طبيعة البشر محدش معصوم إلا النبي لحسن تحسب إن الناس اللي حوليك تلوا معصومين يعني تبقى ماشا مثلا في الشارع فتلاقي أو بتتكلم مع الناس في حضرة مجموعة من الناس كده ولقيت فلان بيخطئ وفلان بيتكلم البشر من طبيعتهم الخطأ مش كلهم على وطيرة وحدة مش كلهم علماء مش كلهم أطقياء مش كلهم كذا بيتفوتوا في الإيمان وبيتفوتوا في العلم ويتفوتوا في الطقوة ويتفوتوا في العمل ويتفوتوا في الاستجابة حتى للأمر المعروف ونهى عن المنكر فالخطأ من طبيعة البشر لكن ده ما يعطناش حق إن احنا نقول خلاص لا هنؤمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر لأن الخطأ من طبيعة البشر لا طبعا نذكرهم بالله سبحانه وتعالى لكن بكل ديم وبكل رحمة وبالحجة الواضحة رقم خمسة من ضوابط الأشياء التي نرعيها عند معالجة أخطاء الناس إنما يترتبش على إصلاح الخطأ ده خطأ أكبر خذوا بالكم النابل صلى الله عليه وسلم رغم أن ينزلوا كشف كامل بأسماء المنافقين وأملاهم لحزيفة بن اليمن عشان كده حزيفة بن اليمن كان بيسموا صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معاه أسماء المنافقين كلهم ومع ذلك النبي عرفهم بأسماءهم مش مجرد بأشك لا ضيقين ده أسماءهم لازلة من السماء ورغم ذلك عبدالله بن أبن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة اللي يخرجنا الأعز منها الأذل وكان يقصد بنفسه الأعز وكان يقصد برسول الله الأذل صلى الله عليه وسلم وعلى رغم ذلك بعض الصحابة قالوا أن يقتره لك يا رسوله قال لا درجة أن ابن عبدالله بن أبن سلول اسمه ابنه ابنه برضو اسمه عبدالله عبد الله ابن عبد الله بن عباية بن سلول قال له أقتل أنا أنا أقتل أبي حتى لا يقتل أحد وأحد من الصحابة أبي فأقتل هذا الصحابي حمية الأبي فأكون قد قتلت مسلما بكافر قال له لا 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 بل تألف قلب أبيك وأحسن إليه حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه بش صاحبه لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم أتل عبد الله بن عبد الله بن سلول وظاهره كان الإسلام لكن باطله كان النفاق الناس يقول ايه عبالما يخرج الخبر من المدينة ويوصل للمدينة اللي بعدها مش يبقى قاتل واحد الناس ايه سكت ما انتعرفش ده النبي لسه قاتل مبارح خمسمائة الف والله خب بل اخوة من الصحابة كلهم يوم ما ماتل النبي على السلام كانوا مئة وعشرين الف خامة قاتل خمسمائة الف عبالما يوصل لحد مثلا جنوب اليمن يبقى قاتل نصف مليون ولا ولا اتنين مليون وهكذا فقال حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتلوا اصحابه النبي لما كفار كوريش في يوم الايام لما حصل ان جدران الكعبة تهدمت وحصل مشكلة بسبب السيول فقالوا كلام ده قبل الاسلام فلما ارادوا ان يبنوا الكعبة مرة اخرى هدموا جدران الكعبة وبنوها مرة تانية بس قالوا عايزين بنها من فلوس حلال فلوسه من حلال ما كدش كتير انه كانوا تجار خمره تجار اعراضه تجار اصنام فقالوا جمعوا المال حلال جمعوا المال حلال كله ما كفاش غري ان الكعبة تتبني من ثلاث جوالب على القواعد الاساسية بتاعت سيدنا امراهيم والجهة الرابعة اللي هي من ناحية حجر اسماعيل النفقة ما كملتش فأسروا وبنوا قبل مثلا مكانها الاساسي مثلا بتلاتة متر اللي هو حجر اسماعيل حجر اسماعيل بقصم من جوا الكعبة مش من برة الكعبة ولزاك ما ينفعش انت من العمر ان انت تطوف جواه لازم تطوف ايه من برة فاذا بالحبيب مصطفى بيقول لهم مين عشاء بيوضح لها بيقول لها لولها ان كريش كانوا حديث عهد بجاهلية لكنت هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم لكن خاف انهم ما يفتنوا في دينهم شفت اديه لان كان ممكن يترطب على النهي على المنكر ده منكر اكبر يقولوا ايه ده محمد بيغير الكعبة صلى الله عليه وسلم فكانوا ممكن يرتدوا فخاف عليهم زي ايه برضو زي المولى عز وجل نهانا ان نسب آلهة المشركين ليه لغ من دي قرب الى الله صحيح تعالى انت تسب اللات والعزة ومنات الثالث لكن المشكلة في ايه انه حتى لا يسب الله سبحانه وتعالى رقم ستة ان احنا لما نجي نغير اخطاء الناس يا جماعة لازم نفرق بين من يخطئ في حق شخص وبين من يخطئ في حق الشرع النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت امونا عشاء كان لا يغضب لنفسه ابدا وما انتقم النبي لنفسه قط الا الا ان تنتهك حرمات الله فكان يغضب لله الله يعني النبي مكنش يغضب نفسه ابدا لدرجة ان اليهودي اللي عمله السحر والحديث في البخاري النبي ما قتلوش عفى عنه والمرأة اليهودية التي وضعت له السم الحديث في البخاري ومسلم زينا ببنت الحارث اللي اليهودية لما وضعت السم للنبي على السلام بعد غزوة خيبر عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما حد يسب الدين ولا يسب الزات الالهية ولا يسب في القرآن ولا ما كانش يسكت النبي على السلام ابدا كان لا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى رقم سبعا ان يكون الاعتناء بان احنا نصحح الاخطاء الخاصة بالعقيدة اكتر من الاعتناء بتصحيح اي خطأ تاني في الحديث اللي رأى البخاري ومسلم عن المغيرة بشعبه انه لما مات ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس حصل كسوف للشمس فالناس ظنت ان الشمس حصل لها كسوف حزنا على موت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقال النبي له ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته خد بالك ما بينكسفهش للموت حد ولا الحياته فاذا رأيتم هما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي خد بالك ان الشمس تنكسف لموت حد ولا لملاد حد رقم تمانية ان لابد ان احنا نفرق بين من يخطئ عن اجتهاد ومن يخطئ متعمدا عالم واحد عالم واكتهد في مسألة فأخطئ ده مقجور العالم اللي عنده ادوات الاكتهاد خد بالك ما هو مش اي عالم عنده ادوات الاكتهاد في واحد ممكن فقط يكون واعظ واحد يكون داعية ويكون عنده علم قال الشد من وعظ شوية واحد يكون طالب علم عنده علم أشد من الاثنين واحد يكون عالم عنده علم وعنده أدوات الاجتهاد رجل درس أصول فقه ودرس علم المصطلح حديث ودارس ودارس وفاهم كل حاجة فخد بالك ودارس كل العلم الشرعية فده عنده أدوات الاجتهاد جاله حكم مسألة معينة اجتهاد فيها فأخطأ لو أخطأ له أجر إذا كان مخلص النية ولم يتعمد الخطأ وإن أصاب فله أجران خد بالك إنما الذي يخطئ متعمدا هذا الذي يعاتب هذا الذي يعاتب ولذلك خد بالك من حاجة مش يجي واحد جاهل ويقول لك أنا اجتهادت فأخطأ لأ لازم يكون عندك أدوات الاجتهاد عشان تكتهد فتخطئ فتثاب على ذلك إذا أنت تاخد أجر واحد ولذلك النبع السلام أنكر على من أفتى بغير علم حديث عند أبي داود بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وكانوا عادين كده استراحوا قبل أن يدخلوا الغزوة فأصابه حجر في رأسه فشج رأسه رأسه نزل منها دياء كثيرة فبعد كده نام فعزكم الله احتلموا هنين فأم عايزة صلى الله عليه الفجر وما هي سعى ثلك فقال للصحابة أتيمم أم أغتسل أنا رأسي مجروحة جرحة جديد قال لا 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 أنا علم لك إلا الغزل لازم تغتسل فاغتسل فمات فلما وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله خبالك هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال شفاء الجهل هو السؤال اسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جايين بيتفتوه طب هو راجل عنده حاجة زي كده وراسه مشقوة نصين بالحجر ده إزاي هيغتسل شفاء ديه قال قتلوه قتلهم الله رقم تسعة مراعاة إن فيه أخطاء يا جماعة مش هنقدر ننزلها بالكلية لأن هي تتعلق بأصل الخلقة أديكم مثال في حديث رأى أبو داود بإسناد الحسن زوجة راحت لنوع السلام قالت له يا رسول الله أنا عايزة زوجي ده يطلقني عايزة تطلق ليه عايزة تطلق قالت له يا رسول الله زوجي لا يصلي الفجر أبدا دا صحابة يا جماعة قالت له زوجي لا يصلي الفجر فالنبي يحب يسمع الطرف الثاني قال له تعال إيه أنت وصلش الفجر ليه قاله يا رسول الله والله إن أهل بيت كذلك إحنا أبويا وجدي وعمي وخواتي والعيلة كلها كده لما بننام ما بندرج بنفسنا إلا لما بنصحى فيه ناس كده أنا شفت ناس كده شفت ناس لو قعدت صحي ثلاث ساعات مش يصحى مهما حاولت اضلوا عليه مية تخيل مش يصحى فالنبي لما حسوا أنه معذور قاله فإذا استيقظت فصلي وعذروا بس طبعا دا مش لما أخداش بقى حجة بقى واحد يقول لك خلاص ما أنا بصراحة النوم برضو تقيل علي وش أصحى ونصلي الفجر الساعة عشر صوح والدري جميل يعني لا دا كلام دا إذا واحد غلبوا النوم لدركة أنه فعلا لا يستيقظ خبالك فلما نيجي نصلح خطأنا له علاقة بأصل الخلقة ما تقترش تعملوا حاجة واحد مثلا وخبالك مثلا يعني مش قادر يروح يصلي لأن المسجد في مكان بعيد جدا وهو أعرج شديد العرج لو عايز يوصل خمس صورات للمسجد دا فيها هلاك ليه فلاها عذر لها علاقة بأصل الخلقة رقم عشرة إن إحنا لازم نفرق شوف أنا بديكم بس في نقوس أقلام لازم نفرق بين اللي بيخطأ على طول ليل ونهار ما بيبطلش خطأ وبين اللي أخطأ مرة ولا مرتين أخطأه مثلا مرة كل ستة شهور ولا حاجة يعني ما عندوش إصرار إنما اللي على طول أخطأ ليل ونهار ما بيبطلش تقى إنسان عنده إصرار دا مش عايز يتوب أصلا يبقى لازم نفرق بالنصيحة دا وبالنصيحة التاني رقم حضاشر لما نيجي إن إحنا نصحح أخطاء الناس لازم برضو نفرق بين اللي بيستتر وعنده حياء من ربنا وبين اللي بيفتخر ويجهر بالمعصيم واحد ممكن يكون مبتلى ربنا عافينا عافيكم بيشرب مثلا الشيشة ولكنه يستتر هو مبتلى ما بقولش إن دا صح لكن بقول هو مبتلى فإذا به يعمل إيه يوم جايب شيشة ببيته وقاعد كده ومستتر وبشرب وبيخب بالأسباب ويقول يا رب يطوب علي والشيطان عمال بيقوي عليها والنفس ووى لكن في النهاية إن شاء الله هيتوب بس أقصد إن هو إيه بيستتر ليه مكشوف من ربنا ومش حايز يقول إن أنا بشرب شيشة قدام الناس ويفتخر عشان ما تبقاش دعوة لشرب الشيشة صلوصا لو كان إنسان بيقتتبين واحد تاني بدي قاعد على القهوة وفرد رجليه في الشارع وماسك لك شيشة ستة سلندر وعمال يشرب ويكاركر زويله يعني واخب بالك لا ده بيجهر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري المسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون رقم 12 وقال لكم عناصر في رجالة سلاعة كده قبل ما نطلع الفاصل إذا كان المخطئ سنه صغير فينبغي لما نيجي نذكره ونعالج خطأه نعالج خطأه برحمة لأنه لسه صغير لا يتحمل إن انت تتحمله بقصوة شوف في قصة عمر بن أبي سلم والحديث روال بخاري ومسلم كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت إيديه تطيش في الصحفة يأكل من هنا مرة ومن هنا مرة ومن هنا مرة فإذا بالنبي صلى الله يقول له يقول له يمينك وكل من مالك الله على زوج النبي صلى الله عليه وسلم شوف ما قالوش إيه اللي انت بتعمله ده وشعب عليك كده وتحترمش اللي عدين قدامك إنما قالوه يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك من قدامك الحديث الثاني عن أنس بن مالك ورواه مسلم لما كان النبي بعته يجيب حاجة فلقى السبيان فكان أنس بن مالك يسي صغير عند عشر سنين لقى السبيان بالعب وفلعب معه وليسي حاجة النبي على السلام النبي ما رحش قالو إيه اللي انت بتعمله ده مش تعطي منك الحاجة وأنا رسول الله لازم تسمع كلامي إنما رح كده ورح ماسك ودانه كده بالراحة يعني كأنه مش بيقرصة بيزغزغوا صلى الله شوفي الرقة وقال له يا أونيس ما قالوش يا أنس يا أونيس تصغيل التحبيب أذهبت حيث أمرتك قال نعم أذهب الآن يا رسول الله في عجلة سريعة رقم 13 ينبغي أن نفرق بين الخطأ الكبير والخطأ الصغير ما ينفعش على الخطأ الصغير تبقى العقوبة كبيرة وما ينفعش على الخطأ الكبير تبقى العقوبة صغيرة أو الاعتاب يكون هنا صغير وهنا كبير على عكس إيه ولزيك ربنا فرق ما بين الصغائر والكبائر جعل فيه صغائر ولا أحكمها وجعل فيه كبائر ولا أحكمها رقم 14 ينبغي أن نعطي للمخطئ وقت كافي لتغيير الخطأ فيه واحد أدمن أنه يعمل زنبه معين وإنت بتعطبه اعتابه رقيق بس هو لسه مش قادر يتخلص مرة واحدة نقول له طب بالتدرج بالتدرج كده واحدة واحدة يعني مثلا بيشرب دخان فبدل ما بتشرب كل يوم علبة نخليها نص علبة ونا عارف الكلام ده غلط بس بقول لأنه ممكن يموت تاني يوم نخليها كذا نخليها كذا حدا من يبط وخلص التدرج آخر حاجتين أن يكون التصحيح بشكل غير مباشر لما الحديث اللي هو مسلم من مراحل الثلاثة وسألوا عن عبادة النبع السلام فكأنما تقالوها فقال واحد منهم أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني قال أما أنا فأصلي ولا أرقد والثالث قال لا أتزوج النساء فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما باله أقوام ما قالوش انت عملت وانت عملت وانت عملت شوف الأدب شوف الرقي قال ما باله أقوام من يقولون كذا وكذا أما إني لأخشاكم لله وأطقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سناتي فليس مني نطلع فاصل ونكمل لعنص الأخير لقم 16 ولكن بعد فاصل قصير صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضابط من ضابط تغيير اخطاء الناس باسلوب رقيق اخر حاجة انا قلت 15 لقم 16 التفريق بين المخطئ الذي يصرف على نفسه في المعاصي وبين المخطئ الذي له سوابق كثيرة جدا في الخير واذكر حديث واحد واطلقت صلاة حضرتكم والاملاب بتاعتكم حديث عن ابي الضرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والحديث روى مسلم اذ اقبل ابو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر فقال يا رسول الله كان بيني وبين عمر امر فتعجلت عليه يعني قلت له كلمة كده زعلته قال ثم اعتذرت له فلم يقبل عذري فجاء ابو بكر النابي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا ابا بكر وكررها ثلاث مرات عمر مخطاب لما لم يقبل عذر ابي بكر بعد كده راجع نفسه فقال تابو ليه ما قبلش عذر ابي بكر فراح له البيت فقال اثم ابو بكر هنا قال له لا فراح للنبي صلى الله عليه وسلم فاول ما جه للنبي فالنبي غضب على عمر بالخطاب فابو بكر من رقة قلبه خاف على عمر بالخطاب لحسن ينزل عليه غضب المولى عز جل لان ربنا سيغضب الى لغضب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بابو بكر يجسو على الركب ويقول يا رسول الله انا كنت اظلم انا اللي كنت اظلم انا اللي قلت له كلم نحش يا رسول الله انا اللي زعلته فاذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد بعثني إليكم فكلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت ووساني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركولي صاحبي قال الصحابي الذي أبو الدرداء الذي روى هذير وقال فما أوذي أبو بكر بعدها أبدا عرف مقام ومكانة أبو بكر الصديق رجل الله عنه الإيميلات اللي معنا الأستاذ أحمد أرجو أن تخبرنا عن بعض علامات أو عن علامات الساعة الصغرى والكبرى التي لم تتحقق بعد وهل الأحداث التي تحدث في سوريا لها علاقة بعلامات الساعة بقول للأستاذ أحمد ربني أحفظ حضرتك وبارف فيك طبعا علامات الساعة الصغرى أورطتها أنا وشرحتها في كتاب اسمه قصة النهاية ذكرت فيها شرح كامل لعلامات الساعة الصغرى وباستقصاء من الكتاب ومن السنة وجدتنا علامات ساعة الصغرى حوالي أربعة وتسعين علامة هي ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلامات الكبرى عشر علامات خذوا بالكم العشر علامات الكبرى لم تأتي مرتبة يعني ورد الحديث الذي وردت عنده في صحيح مسلم ورد الحديث بصيغة معينة ورد نفس الحديث بصيغة تانية بترتيب مختلف فما فيش ترتيب معين لكن باستقصاء الأحداث وده كان من ضمن الأبحاث الجميلة التي تعملت في هذا الكتاب أن ذكرت الترتيب الجميل جدا لأحداث الساعة الكبرى لكن أريد أن أقول حاجة صورة أقولها الحبايبين أن علامات الساعة الصغرى مش زي ما الناس فهمها أن علامات الساعة الصغرى تبدأ وبعدين تنتهي وبعدين تبدأ على علامات الكبرى لا الكلام مش كده إنما علامات الساعة الصغرى هي 94 علامة منها حوالي 88 علامة ظهرت فمنها علامات ظهرت وانتهت ومنها علامات ظهرت وهي مستمرة ومنها حوالي 4-5 علامات لم تظهر بعد لأنها تكون ما بين ثنايا علامات الساعة الكبرى زي إيه؟ يعني زي مثلا بعد مثلا بعد ظهور المسيح الدجال ودي علامة كبرى وبعد نزول سيدنا عيسى بن مريم ودي علامة كبرى وبعد موت جوجة ومرججة ودي علامة كبرى بعدهم بفترة هيكون في إيه؟ هدم الكعبة ودي علامة صغرى وهيكون بعدها الريح اللينة رفع الكرآن من الصدور والمصاحف ودي علامة صغرى قبض أرواح المؤمنين بالريح اللينة ودي علامة صغرى وهكذا ففي بعض علامات صغرى ستكون بين ثنايا العلامات الكبرى الأستاذة نادية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلت الشيخ أنا سعيدة جدا لما قدرت أتصل بحضرتك الله يسعد قلب حضرتك كنت عايزة أستفسر من حضرتك على حال تحت عمرك أنا عندي ولديكي ست جديرة في السن والسنة بقالها سنة بتتحرك الله يبارك لك فيها وانا اللي بحضرتك وانا اللي بحضرتك بس أنا للأسف بيجي على وقت أنا دايما بدأ يا ربنا في صراحي أنه يقدرني على أني أحب خدمتها وتحملها وأصبر يعني هي أوقات كتير بتتعصب وتترفز ويعني بتبقى حجة معي بس طبعا ما بديلهاش خلص أني أنا بقتل الموضوع ده بس بعد كده بني وبتنفسي ببقى حزينة ومش عارفة إزاي أجيب الصبر الجميل اللي أقدر أوصل بي لخدمتها يعني بحيث أني خايف عايزي على اليوم أقول يعني أنا في أجيب يوم أقول بعد ما تخدمي اللي أثرت في حقها الله يكرمك ويأغورك والله أنا صحيا صحيا أنا دلوقتي جبرت في السنة بقى بي كذب سنة بقيت مش أدرة مش أدرة أجي عشان عندي بيتي وعندي مسؤولياتي فبقيتش أدرة فبقيتش أدرة فبقيت على أي وقت البد خلاص بقيت بقيت بالخدمة دي نعم خايفة بقى شايلة وزره قدام ربنا ومش أدرة أواصل ومش عارفة أبصل إزاي يتحمل الصبر على اللي أنا فيه حاضر يا أستاذ أنادي يا ربنا دارف حضرتك حاضر حاضر أنا أولا يا بختك وربنا يأغورك ويكلمك ويجعلها في ميزان حسنات حضرتك ويبارف فيك عايز أقول هو كله سلف ودين ربنا يحفظك يا رب من المرض لكن ممكن الإنسان في يوم الألم يمرض فزي ما خدمت أمي هلاء اللي يخدمني وزي ما خدمت أبوي هلاء اللي يخدمني دي حاجة الحاجة التانية إن شيء طبيعي جدا إن أي إنسان في الدنيا حتى مش هقوله هو بيخدم مريض حتى هو أنت بتخديمي أولها بيجي عليك أوقات بتزهقي أهم حاجة إن أنت حتى لو حصلت مسألة الفطور أو الزهق ما يكونش قدامها لأن المريض قلبه بينجرح يعني هو بيبقى مريض ولو لقى اللي قدامه حاسس كده بيثقل من خدمته المريض بيحس بكسرة قلبي يعني أنا بقيت تقيل على الناس يعني أنا بقيت حملة تقيل يعني أنا أنا فلو حتى حصل لك مثل هذه الأشياء فلا تؤخذ عليها شيء طبيعي جدا إنسان بيزق حتى من شغله ممكن تيزق من أي حاجة ممكن تيزق من أولادك في وقت من الوقت فلو حصل بس يزق حاول أن أنت ما تظهرش لها وإن شاء الله مأجورة إن شاء الله وربنا يكرمك ويأجورك وخدي أجرها لحد آخر اللحظة وربنا يجعلها في مزانك للأستاذة دالية السلام عليكم وعليكم سهلا أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك الله يبقى في حضرتك يا رب وعزيك أريد أن أقول لحضرتك أنني أحبك في الله خالص ربنا يحب كل أسطورك والله العظيم وأريد أن أحضرتك كذي لأنا في ثلث سنو الله يقويك يا رب وينجح وينجح كل طلاب وطالبات البسلمين يا رب العالمين أمين يا رب العالمين وأريد أن أقول لحضرتك أنني قبل الأيام قبل بتاعت الفلسفة تحب حضرتك جدا الله يبقى فيها تقرئيها السلام ربنا يحفظها ويبقى فيها رب العالمين الله يسلم حضرتك يا شيخ أريد أن تقول لحضرتك أريد أن تقول لحضرتك على الصلاة؟ نعم أريد أن تقول لحضرتك وأقول لكل إخواني المشاهدين وكل أحبابي وأخواتي ربنا يبار فيكم هو فيه بقى إنا غير الصلاة يعني نحن نهاردة مش عايز أقول أننا عايشين حياة مليانة فتن بس هي فعلا مليانة فتن مليانة فتن جدا فالقابد على دينه في زمن الفتن نحن عايشينها ديات وأديكم شايفين الأخلاقيات اللي نحن عايشين فيها وأديكم شايفين التصرفات أنتو النهاردة بتمشوا في الشارع بتشوفوا أخلاقيات ربنا يا ربي وعافيكم ويطلعنا منها على خير يا رب العالمين في وسط الفتن دي كلها القابد على دينك القابد على الجمل وله أجر كما ورد في الحديث الذي رواه الترمذيه بسند صحيح أن يسع صلى الله عليه وسلم قال إن من أرئكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم فقالوا منا أو منهم يا رسول الله قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا فأنت لما تتمسك بدينك وتصلي وتستعيني بالله سبحانه تعالى واستعينه بالصبر وأنها لكبيرة إلا على الخاشرين لما تصلي وتخشع الخشوع ده هو اللي يحبب لك الصلاة ولو حبيت تشوف الخشوع ده يعني إزاي توصلينه فيه درسين نحن كنا عملناهم أو ثلاثة تقريبا مش فاكر موجودين على الموقع على اسم القناة إقرأ والموقع على اسم الشيخ محمد نصري هتلاقي درسين عملناهم هنا في قناة إقرأ عن أسباب الخشوع في الصلاة فتذكري نعم ربنا عليك وتذكري أن الواحد ممكن يموت فجأة وموته الفجأة من علامات الساعة الصغرى فممكن يلقى الله هو لا يصلي وأضيع ضنيته وأخرطه طب وليه فالإنسان يدرك نفسه يا جماعة اللي ما بيصليش الله يباري فيك أنا مش بيكلم ده كلام إنشاء أنا عايز اللي مش محجبة الله يباري فيك ويحفظك وهدعي لك والله فيه جو في الليل لأن ربنا يجمعك مع أمهات المؤمنين في الجنة اللي مش لابسة حجاب تلحق نفسها ممكن واحد يموت اللي لادي فتموت على نيدي الحجاب طلق المولى عز وجل يحشرك فيه زمرة أمهات المؤمنين في الجنة اللي بيعوقه أمه أبو إلحق اللي ما بيصليش يلحق إلحقوا نفسك يا جماعة إحنا فعلا فيه زمن فتن تمسكوا بيدينكم عشان ربنا يكرمكم أمين الأخت هانا سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك انا اسمي رانا رانا هم قالوا لي هانا معاش ناسف والله أهلا ونسان وقت رانا أهلا بحضرتك شيخ محمود معي نعم إن شاء الله أهلا بحضرتك شيخ محمود أنا عندي مشكلتين للأسف أنا أهل جوزي يعني هم أنا الطيبين والحمد الله ولكن فيهم أختين يعني تعبين لحياتي جدا نعم وللأسف يعني بأثيرهم سلبي على على زول والد هو والد جوزي يعني أنا بحاول أقدم أقدر يعني برضى الله إن أنا بحاول أعملهم بما يرضي الله يعني زي ما كتاب يقول للأسف يعني للأسف هم على أقدم أقدر أحاول أنا أتقرب منهم وكل حاجة ولكن هم تأثيرهم سلبي نعم وتأثيرهم سلبي على حياتي كمان نعم نعم والمشكلة الثانية والمشكلة الثانية أنا عايزة يعني أحاول يبقى فيه مبيني يعني يعني ما فيش ملل أو ما يبقاش فيه علاقة رويتينية في الحياة اليومية يعني أنا يعني حاجة زي السعادة كده سعادة حضر حضر طيب بص يا اقتراننا ربنا بارف حضرتك أولاً بالنسبة لأخوات زوج حضرتك الأمر بسيط جداً فيه شقة على زوج حضرتك وفيه شقة على حضرتك شقة على حضرتك معلش تحملي لله سبحانه وتعالى واحتسب الأمر ده أن أنت يعني أنت وغد الأجر كده كده وغد الأجر شقة على زوج حضرتك أن يعمل حياة جميلة جداً أنه أسلاً يعني لو خد هديتين كده ودهم لإخواته ويقول لهم أن أنت اللي بعت الهديتين دولت الهدية كما قال عنها نبيس صلى الله عليه وسلم في حديث من كلمتين تهادق تحبق تأكدي مهما كانت القلوب مغلقة بالهدية بتنفتح القلوب لعله وعسى هدية في الثانية تنفتح القلوب والدنيا تبقى جميلة وإنت دايماً حاولي بقدر الإمكان أنك تخلي العلاقة مش متواصلة كتير أو مدام هم وعملتهم كده لكن خلي حتى اللحظات اللي بتقضيها معهم مبتسمة في وشهم يتعامل معهم معاملة كويسة لو حتى واحدة رد ترد مش عادي بيقامل نفسك أنك مش سمعه وحاولي تنصرفي بأسلوب كده جميل ما يوحيش إليهم أن أنت إيه أن أنت واخدى منهم موقف تيه حاجة الحاجة الثانية أن بالنسبة للسعادة السعادة دي شوفي أنا مش عايزة أقولك كلام روتيني وقولك أن السعادة في الإيمان بس هي فعلاً السعادة في الإيمان السعادة في قرب الإنسان من ربنا سبحانه وتعالى السعادة في الذكر في ذكر الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئنوا خضبات الأطمئنان أعظم من السعادة لأن السعادة ممكن تكون السعادة أنت سعيدة بعد الساعة أنت مش سعيدة إنما اطمئنان القلب هو ركوز السعادة في القلب فتأتي الحوادث والأحداث والأشياء لا تؤثر يبقى مش فرق معاك أكون غنية ولا فقيرة أكون وزيرة ولا غفيرة مش فرق معايا أن أكون معايا فلوس بالمرة خالص أن في النهاية قلبك موصول بالله قد تري من الذكر قد تري من الاستغفار قد تري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومصدر أكتين بالليل هتلاقي سعادة كما قال عنها أبو سليمان الداراني إن أهل الليل في ليلهم أهل قيام الليل ألذوا من أهل اللهو في لهوهم وإنه لتمروا بالقلب سعادة يكادوا يطيروا بها فرحا حتى أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيهم من السعادة فيه سعادة حاجة عجيبة جدا يعني فعلا إنسان محتاج أنه هو وقال إمام نتمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الأخيرة قالوا ما هي يا إمام قال إنها جنة الإيمان قال إبراهيم بن أدم والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجال لدون عليها بالسيوف المترجم قالوا أستاذ محمد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أهلنا سهلا أريد أن أرى حضرتك عن واحد مريض يصلي عكس تجاه القبلة عكس تجاه القبلة؟ طب ليه هو مش عارف القبلة؟ لا عارف القبلة بس هو مريض ونام على السرير فمش عارف يصلي طيب عشان حد يقومه لا يجب أن يقومه يا بصرس محمد يعني لو أني مريض لا يستطيع أن يتحرك إيه الإشكالية؟ إن إحنا نحاول بقدر الإمكان نشيله بالراحة خالص وبهدوء ومن غير ما نزعجه ولا نسبب له أذى ونحوله اتجاه القبلة طيب ما ينفعش إن إحنا نشيله نحول له السرير إيه المشكلة؟ فاش حاجة فإن تعذر كل هذا يعني إن شاء الله هو معذور لكن أنا بقول أخذم بالأسباب نقدر بملاية السرير كده نشيله أربع أفراد كده من أربع أطراف ونحول له اتجاه القبلة أو نحول له اتجاه السرير اتجاه القبلة ويصلي ولا حرج يصلي هو يعني راقد على ظهر ما فيش أي مشكلة خالص بمرة وإن ما كانش قادل يتوضع نياممه يعني الأمور البسيطة الحمدلله الدين يصر الحمدلله رب العالمين ما ننساش الواجب الأسبوع ده وقت إن شاء الله عايزين من النهاردة الثلاثة عندنا نصوم الخميس نصوم الاثنين اللي جاي ركعتين كياملين كل يوم جزء كرآن كل يوم مش ياخذ مننا أكثر من تلت ساعة عايزين كمان معاهم إن شاء الله كثرة الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء الكثير جداً إن ربني يصلح حال الأمة الإسلامية يا رب وحال الدول الإسلامية كلها يا رب وإن ربنا يقلب بين قلوب الناس لأن الحقيقة إلاحب يستغرب على كم التشاحن والزعل والكره اللي بنشوفه بين بعض الناس بقول الدنيا مش مستهلة ده كلنا أصلاً مروحين يا أجوها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحاً فملاقيه والفق للتعقيب والسرعة أنت خلاص مروح وأن إلى ربك المنتهى كلنا مروحين مش مستهلة بقى نروح نلقى الله سبحانه وتعالى بمظالم مزعل بينه من ده ومخاصم ده وعامل في ده اتفضل معنا الأستاذ أولاء سلام عليكم وعليكم سلام أحضر الكاتو عليكم السلام أحضر الكاتو كنت عاد سأحرك سؤالي يا فضلت الشيء اتفضل يا فضلت مستهلة مرتبط بشيء مثلاً، أو إذا ألتفضل معنا وإلا أشعر أن أدفضل معنا وانا عام لجم فالنتيجة بتكون بقصر جدا في الصالية طب نحن نعالج الموضوع ببساطة يا أخت ولاء يعني مثلا ما يكون زعل حد أو زعلنا مع حد فأبسط ما في الأمور أن أنت يعني تتذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام تكون أنت أحسن منها وتبدأ بالسلام حتى لو كان الزعل كبير أو الحاجة والموضوع ينتهي ثم بعد ذلك يعني زي يكون في ميزان حسنة يبلغ العفس خد يقولك من حاجة ما هو الزعل والخصام ده بيؤثر في قلب الإنسان جدا وبيخليه ما يعرفش يخشع في صلاته ليه؟ لأنه هو إما أنه يكون ظالم أو يكون مظلوم لو كان ظالم ربنا يعافينه عافيك بيبقى قلبه مليان غل ولو كان مظلوم بيبقى قلبه مليان حسرة الحالتين مش يعرف يخشع لكنه قد يخشع وهو مظلوم أكتر ما يخشع وهو ظالم لأن الحسرة تختلف عن الغل الغل ده ما يخليش الإنسان شايف حاجة وقدمه خالص ربنا يعافينه عافيك بيبقى قلبه مليان نار بيطلع نار فعايزيني أقول حاجة لو كنت ظالمة أو مظلومة بقديري بالصلح والصلح خير ولما تقوم تصلي كده وانت صلحة ومسمحة وما زاد الله عبدا بعفون إلا عزة الله أكبر وتقوم تصلي كده هتلاقي نفسك بحسة براحة نفسية لا تختلع على قلب رجل ربنا يباري فيك أختي ولاء الأختي إيمان السلام عليكم عليكم والسلام أخدوقات أهلا بحضرتك ربنا يعزي كبير فيك بقول حركة عايزك حركة بس على سؤال بالنسبة لصلاة الاستخارة أيها فضل أنا هدلوقتي تقدمني واحد كويس متدين وملتزم أوي نعم بس هو مش متدين هو ملتزم التزام نعم أنا ما شفتهوش معملتش رؤية شرعية أصدق إيه مش متدين أصدق مش ملتح يعني أه مش ملتحي وابس بيصلي وكده قد أكون ملتحي وأنا مش ملتزم وقد أكون مش ملتحي وأنا ملتزم أعين لكن ينقصني اللحية وشفتهوش فأنا مع النفس الأحد من الناس لا أقيس التزام أي إنسان بلحية أو من غير لحية بقول قد يكون إنسان ملتحي ومش ملتزم وقد يكون إنسان متلس ملتح ، وملتزم فالقصده ان انت ما تحكميش على الشخص اللي متقدملك هل هو ملتزم ولا مش ملتزم من خلال انه هو ملتحي او مش ملتحي فضالي طب اقول لها حدودك بس يا شيخ محمود دلوقتي هو لما تقدمني انا ما عملت شروعية شرعية نعم وبعدين انا جيت وفقت عليه وبعد اما وفقت عليه وكده امال حصل ايه امال انت حصل شروعية شرعية ما انشفتيه وانشفتوش خالص لا لا هو هو بس يعني مجالي وكده وكده ولا ما اسأل حد يقولي ده الانسان ده كويس لا ما لازم تشوفين فانا صراحة ما شفتوش بس دلوقتي يا شيخ محمود انا ما فيش راحة نفسية خالص معاه وما فيش اي قبولي بقالي بتاع كم شهر دلوقتي مخطبال اهو بتاع ست شهر ومفروض ان احنا همخش على جوازك ان شهر خمسة وانا اجلت عشان وفقت والدتي وكده بعد العيد لا انا عايز اقولك حاجة اغتمان ربني بارك في عمرك مدام لسه في فترة الخطبة وبعدين الخطبة مش زي ما احنا فهمين يا جماعة الخطبة مش انا مخطباله بقالي خمس شهور او ست شهور او مخطباله بقالي ثلاث سنين واخبالك واحيانا بعض الخطاب يقولك انا خاطب بقالي خمس سنين ليه طول ما نخاطب بروح عند الحماية باكل وبشرة وفي العيد بيجيب لي اللبس بتاعي فانما لما هتجوز هم اللي يجي يأكلوا عندي فيقولك عبدالخاطب ايه ومطول في الخطبة على قد ما ربني اقدرني يا الخطبة مش كده المقصود بالخطبة هي الرؤية الشرعية فقط حينما انا رايح اجوز واحدة او رايح اشوف واحدة فشفتها عادت معها كلمت معها طب لسه يعني لسه وراجع بقى دروس الخطبة اللي احنا عملناها هنا في اقرأ في من ضمن واسوعة الزواج الجميل اللي عملناها في حوالي خمسين حلقة هنا في قناة اقرأ فانا اوسا روحت بس لسه يعني ما خدتش قرر اني موافق واني مش موافق فوقتونه ممكن اشوفها مرة تانية في وجود المحالم طبعا فروحت مرة تانية ومرة تالتة مفيش مشكلة خالص لحد دم اقول انا الحمد لله استخارت ربنا وموافق في الوقت ده انا مش من حق اللي اشوفها ولا عد معها الا ما اكون عقدت عليها انما ينفعش اقول انا مخطوبة بقى لي ستة شهور او مخطوبة بقى لي سنتين لاني ده بيحصل مشاكل احيانا بيكون مخطوبة والخطبة مش جواز الخطبة وعدون بالزواج يبقى هي مخطوبة وعملت تخرج معها ويتفسحهم ويقولك عشان يتعرفوا على بعض الجواز لما بيبدأ بمخلفة شرعية بيحصل ان بتذهب البركة من الزواج كنت عايز اقول حاجة بس زمان في الاول لما تقدملك ما كانش ينفع انه ما يشوفكيش ولا انت تشوفيه لا كان لازم رؤية انه عسام لما واحد راح خطب وبعدين رجع فالنبي قال له هل رأيتها قال له لا قال اذهب فانظر اليها فانه عسى ان يؤدى ما بينكم ربنا يجعل ما بينكم كده ايه ألفة ومحبة فلازم هو يشوفي كنت تشوفيه وتقعدوا وتنظروا البعض وانتوا قاعدين في وجود المحالم وتتكلموا مع بعض وبعدين بعدها بقى استخير ربنا هو يستخير ربنا فان كان في خير فربنا هيوفق كانش في خير ربنا هيصرفه لما ما دام الامر وصل انت مش مرتاحة ولسه مخطوبة فانا افضل ما تكمليش لاني طبعما انت مش مرتاحة دلوقتي يبقى افضل تسيبيه وانت مخطوبة احسن ما تتجوزي وربنا يعافيك يا رب العالمين وتخرجي وانت مطلقة فمن الاول كده ما دام انت مش مرتاحة ربنا يحفظك ويبارك فيك يعني بلاش الموضوع الخالص ربنا يحفظك ويعواضي كل خير سيد محمد سلام عليكم سيد محمد سلام عليكم سيد محمد طيب طيب الاختة صفاء السلام عليكم لا وسمح عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام وكد اهلنا وسلام بحضرتك فضالي سيد محمد انا عايزة اتقل اتقل عن دايما انا بشك في صلاتي على طول نعم وبيبقى مشكك في صلاتي وببقى يعني في حاجات غريبة كده في الصلاة نعم طيب استعيذي بالله من الشيطان الرجيم وقبل ما تخش في الصلاة واختصفاء حاولي بقدر امكان ان انت كما كان يفعل علي ابن حسين كان اذا توضى اسفر وجهه فقالوا لماذا يحدث لك هذا انترسى بتتوضى فقال اتدرون بينا دايما ساقف الان استحضر كده ان انت هتوقف دلقت بين ايدين ربنا سبحانه تعالى ولما تخش تصلي استحضري ان ممكن تكون دي اخر صلاة وارجعي لدروس الخشوع في الصلاة اللي احنا عملنا هنا في قناة اقرأ ارجعي لها ان شاء الله تكون دروس مفيدة ليك جدا لما تستحضري كل معنى في الصلاة مش عايزين نعيد الموضوع بس موضوع جميل جدا جدا هتستحضري كده الخشوع في الصلاة هتحس ان انت بتصلي ادمن صلاة في حياتك صلي صلاة موضع صلي وكاين دي اخر صلاة تصليها وبعدها هتلقي لله سبحانه تعالى هتحس ان الصلاة هتفرق معك كتير جدا في الوقت دا مش هتشكي واكثري من الاستغفار واكثري من الاستعاذة من الشيطان الرجيم فده كله هيساعدك ان شاء الله على الخشوع في الصلاة لأستاذ محمد سلام عليكم سلام عليكم عليكم السلام عليكم اهلنا سلام ممكن نأكلم حضرتك عن كافية تامون مرض في الفراش تامون مرض في الفراش اه تامون مرض في الفراش بسيطة جدا اخي الحبيب ربنا عز حضرتك هو لو ما كانش يستطيع الوضوء بيجيبوله مثلا زي طبق كده او حد تاع بلاستيك كده وفيه شوية رملة مثلا بيخبط بايده على الرملة ديت ويمسح الكفين والوجه فقط هو كده تامم ويصلي ان شاء الله وصلاة وان شاء الله صحيحة سليمة وربنا يتقبل منا ومنكم صلاح العمال ديئة لدعاء طيب فاضل ديئة فقط ندعو فيها ان شاء الله اللهم ان نسألك باسمائك الحصنى وصفاتك العلا ونسألك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبته اذا سئلت به اعطيت ان تغفر ذنوبنا يا رب اغفر ذنوبنا اصطر عيوبنا تولى امرنا احسن خلاصنا فك اسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا ارزقنا جميع الحصن الخاتمة اللهم اشفو مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعزى الاسلام والمسلمين اللهم افرج هم المهمومين واكربى المكروبين وحزن المحزنين وسد الدين عن المديونين وزوج بنات المسلمين واهد شباب المسلمين وارزقنا جميعا توبة النصوحة ترضيك عنا وارزقنا جميعا حصن الخاتمة اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين اللهم أغذ إخواننا في سوريا اللهم إنهم جوع فاطعمهم حفاتوا فحملهم عرات فقسهم مرضى فدويهم تقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم وعجل بنصرهم واجمعني وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يذه الشريفة تشربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبه إليك وصلى الله عن أبينا محمد وعلى رئيه وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حضن البيوت يعيش الدفا ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة